قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس يعني نحو المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا ذب الناس بحكم تخلفنا عن دين الله عز وجل وأقصد بذلك تخلفنا عن إنزال أو تنزيل أمور ديننا على حياتنا كلها الله سبحانه وتعالى قال كما في صورة الأنعام وصورة الأنعام كما لا يخفى على الشريف علمكم صورة مكية يعني هذا مما أصل له القرآن الكريم في بداية الدعوة باش من اللي تجي الشرائع وجيت شريعات وجيوا الأحكام يكون في الذهن للك المسلم أن هكذا يكون الدين الله عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يعني أنك تعيش عندما يبدأ قلم التكليف يجري عليك عندما تدخل السل بلوغ ويبدأ قلم التكليف يجري عليك تعلم أنك تعيش في دين الله وبدين الله ولدين الله إلى أن يأتي يا ملك الموت ما عندك شي حاجة في حياتك أو التوقيت معين في حياتك اللي ما عندكش فيه حكم من أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها وحي اللي ما كتحكمكش إذن أنت محكوم بدين الله إذن من اللي كانت تكلمه على العبادة والمسؤولية وكذا نحن نتكلم عن جميع جوانب حياة الإنسان فمعدما تخلفنا عن هذا المفهوم ورثنا بسبب الثقافة التغريبية وكذا ورثنا المفهوم من صح التعبير ورثنا المفهوم الكنسي للتديون وورثنا المفهوم الكهنوتي للدعوة فالمفهوم الكنسي للتديون فلين عطانا؟ عطانا أن الدين هو بعض الشعائر التعبودية الصلاة والصيام والزكاة والحج نقطة إلى السطر في للدين في معاملتي متضرح لي على الدين مش بالتجارة إلكترونية متضرح لي على الدين مش بالتخلّ لقمار متضرح لي على الدين مش بالتسافر للشاطئ وزوج أو الأبنات و Ah氪 yuki ما كش إ 역ال ما متضرحث يعى للدين الدين جامع. يعني إنسان تجد عنده نهائيا غضاضة ويكاد يظن نفسه منسجما وهو ينزل إلى شاطئ البحر وزوجته عارية وابنته عارية حتى إذا أذن للصلاة قام هو وذهب إلى المسجد المجاور إلى الشاطئ وصلى ولا يضره ذلك في شيء ها المفهوم الكنسي ديل التديون وقس على ذلك سائر العبادات والجوانب للحياة المفهوم الكهنوتي هدولة همني أنا على أختيب الشباب المفهوم الكهنوتي للدعوة هو أن عند النصارى مثلا وناس مختصون بدعوة الناس أما عموم الناس ما تلقاش إنسان عادي نصراني يدعوك إلى نصرانيته وكذا بمجرد ما يقول لك لا وجمعنا والكنيسة وهذا إلى آخره تجد عنده عضوية وانخراطا في هذوك الإنجليون والإنجليون هذوك الدعاة ديالهم هما يعني عندهم كأنه نادي تابع الكنيسة الباباوية هو من اللي يمشيه ومن اللي يمشيه ذو البعثات التنصيرية عندنا هنا في إفريقيا ومشيه ومشيه الآسيا ومشيه الأمريكا اللاتينية وكذا فمع تخلفنا عن المفهوم الشامل للدين الإسلامي للحياة ولا عندنا هذا المفهوم هذا فصار شنو بالنسبة للشباب؟ من الذي يدعو إير الله؟ هما هالوجوه المعروفة مثلا على الساحة أنها كدير الدعوة وكذا من الذي يقرأوا القرآن؟ هما ذوك القراء الحذاق المتقنين اللي يصلوا بنا في المحارب إلى آخره وقصوا لكم يعني طرفة أن واحد سيدات نعرفوا من العائلة عنها هي والزوج ديالها الزوج ديالها كان مدعوا لوليمة ولما نقول نحن عائلية ضيقة جدا كانوا فات قرما نقول عشرات الناس ما ذلك شيء يقليل طاب لا وحدة مائدة وحدة وخلاص مشا أرجع كما ذكر أخي المهدي حفظه الله الزوجة الصالحة دائما إذا ذهب زوجها إلى مجلس المجالس الأخير تسأله كذول لها ما شنو ذكار شنو قال إذا كان شي كلمة في ذاك المجلس شنو فإذا قال لها ودير مكان والو قلت لي كيف مكان والو قال لها صاحب البيت كان قد تعاقد مع رجلين وعقل لذلك كلمة رجل مع رجلين ليتلوا القرآن ورجلين ليرقي الكلمة لكنهما خلف الوعد ربما جاهم شي طاري أو شي حاجة فأنا نريد أن ندخل لك في التفاصل جاهم شي طاري فما جاوش قلت لي أها قال له سوف يبقينا قال سينتا تحطل شاو تأشينا وجينا قلت لي هو كان دير مع الرجالة وما جاوش قال لي آه قلت له أنتم ومشي رجالة فهي كلمة في الصميم لأن أموشنو بالنسبة لنا ركين عنا واحد هو الذي يقرأ القرآن هو ذك سليدرنا معاه على هذو كل مسلمين ما يقرأوش القرآن على بش بش بشفتون الصحابة رضي الله عنهم كل واحد فيهم كان يقول إذا مات جميع المسلمين وبقيت وحدي كيف أسير بالإسلام في الناس ولنا في جعفر رضي الله عنه ومن كان معه فيه جريل الحبشة يعني خير خير دليل أش سنة جعفر صيفت معاه النبي عليه الصلاة والسلام شي خارطة طريق ولكذا السنة الخامسة للبعثة أشنو كان نزل من القرآن نزلت أوائل سورة العلاق أوائل المدثر نزلت سورة مريم صدر منها شنو لازل القعب شنو الكين عندنا قعنا هادك شي ذهب به وبقي به ودعا به وثبت به إلى أن عاد في السنة السابعة للهجرة وأول ما نودي للجهاد في سرية مؤتة كان جعفر بن أبي طالب هو ثاني قائد في السرية بعد زيد بن حالثة رضي الله عنه يعني المستوى الإيماني الذي ترك به مكة وضحى به بسبب يعني من أجله بماله وأهله وكل شيء هو نفس المستوى الإيماني الذي عاد به فضحى بعد ذلك بنفسه في الجهاد في سبيل الله وما كيش إشكال يعني ماشي مشاو بخسمي تولح مشاو أكلين شاري أكلون شاريبون أبي خيري دار مع خيري جاركي قلسوا السلامة رضي الله عنها وقلسوا الأكل والشراب ومهلي فيهم النجاشين عم السيدي ومشا الدين وعطينا الزرود والنشاط والضران وأمان لا نفس نفسها عندما تعيد التأمل فيها الله يعني يكادوا يطيشوا العقل نفس المستوى الإيماني لمدة تقريبا تمانية سبعة خمسطاشر سنة خمسطاشر سنة مستوى إيماني باش يعلم أن مسؤولية الإسلام تقع على عاتقه فلم يتركها فما عندناش واحد هو اللي يجيك يقرأ لينا القرآن في المحافل صحيح نحن نأنس ونستأنس ويزيدنا حبا لكلام الله عز وجل ونحن نسمعه من قارئ متقين حاذقين صاحب صوت رخيم شجي ندي هذي مسألة فرغ منها هو اللي غالي قدموه ما تقدموني أنا رجل وعلى عرس كامل لقرأت لكم القرآن لكن خص يكون عنا هذ الهم دي لأنه وإلى ما جانج ذاك القارئ جاه طارئ اخسرت لي السيارة وقع لي إشكاله ما قدرش يجي أي واحد فينا خص يكون عنده القدرة والطاقة أنه يفتح المسحاف قرأ أن نسمع كلام الله عز وجل وما عندناش مفهوم كهنوتي فيما يتعلق بالدعوة إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعني ومن اتبعني كل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يتبع النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبعه فقط كما ذكر سيد المهدي وسيد يونس في سمته الظاهر التعبدي فيما يتعلق صلوك ما رأيتم وني أصلي بل يتبعه في أداء دعوته ويتبعه في مسؤولية تبليغ الرسالة ويتبعه في التخلق بخلوق النبي عليه الصلاة والسلام بالخلوق الحسن بين الناس ويتبعه أيضا في قضية توبته كل ما أخطأ هو النبي عليه الصلاة والسلام تأدبا مع مقامه العلي صلى الله عليه وعلى عليه وصحبه وسلم نقول أنه كان يتوب كلما لا نقول كلما خالف الأولى أنا ما نقولش نبي عليه الصلاة والسلام أخطأ هذا من باب تأدب مع مقامه صلى الله عليه وسلم لكن النبي عليه الصلاة والسلام من اللي يقول لك كنا نعد له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله أكثر من مائة مرة نحن نستغفر نحن عارفين مما نستغفر نحن عارفين ريوسنا جديرين وما نستغفر منه مما لا نعلمه أكثر مما نستغفر منه ونحن نعلمه لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن التوبة والاستغفار هذا مقام لا يجب أن يغفل عنه الشاب فذلك الشيء يقع للشباب وأنه يستكثر التوبة ويستثقلها لأنه يحسب رصورة جمع لي أنا قال لي وحد شاب قال لي أودي يسيني ناشغا نتوبه نتوبه من هادي وننتوبه من هادي وننتوبه من هادي قاد قول لي دير لأنت النظام دير الرياضيات التعميل دير توبة تجب لك كل ما قبلها وديك ساعة يسهل عليك أنه احتيل عود وقعتي لأنا غان عود نوقعه احتيل عود وقعتي يسهل تسهل التوبة بشوية بشوية يعني المهم المحل يشتهد عندي حتى أختي إن شاء الله وتعالى أن نعي بمسؤوليتنا كشباب ماشي كشباب مشتغلين بالدعوة ولا كده لك شباب مسلم النعي مسؤوليتنا تجاه هد الدين وتجاه الناس ما كانش فينا هنا ولا الأخوات المستمعين اللي متبعين معنا والمشاهدين ما كانش فينا اللي ما سمعش قصة ولا جوج ولا أكثر ديالش شاب دخل الإسلام وأحب الإسلام ثم قام في المسلمين يقول لهم غدا أسألكم أمام الله عز وجل لأن أبوي قد مات على غير الإسلام أين كنتم حتى تبلغ ولم تبلغوهم هذا الخير يعني علينا مسؤولية كبيرة جدا نؤدي الذي علينا ونسأل الله عز وجل يتحمل عنا ما لم نستطع تأذيته نتحمل هذه المسؤولية نعي أننا كلنا مسؤولين في هذه المسألة ودائما دير نصب أعيوننا أننا ونحن دخلين في هذه المضمار ذي التديون والاستقامة وكذا أننا نرى الإسلام ملائكة ونمشي مع الخطاب القرآني ونمشي مع الخطاب للسنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف بغاها لنا الله عز وجل احنا ماشي ملائكة احنا تنغلطوا غير هو الفرق ما بين الشاب المتاقي المستقيم وبين واحد أخر وأنه ذاك الأخر من التي غلط كي يزيد وغلط أخر أما هذا اشقال لهم الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروا ومن اذكر الله عز وجل السارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوة والأرض إلى أن قالوا الذين إذا فعلوا فحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموا قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس